بعيداً عن العلمات المشفرة فإن الذكاء الاصطناعي هو السوق الذي يتمتع بإمكانات النمو الأكثر جنوناً في الوقت الحالي وفي السنوات القادمة نحن جميعاً نشهد بالفعل كيف يغير الذكاء الاصطناعي العالم ويستمر معدل تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في التزايد وأيضاً يستمر اكتشاف استخدامات جديدة للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 من المتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14% وهذا سيوفر زيادة قدرها 15 تريليون دولار وقد دفعت هذه الإمكانات المستثمرين في كل مكان إلى الاندفاع والدخول في الذكاء الاصطناعي وفي عام 2023 ذهبت أكثر من ربع الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة الأمريكية إلى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ولقد ظهر هذا الطلب للدخول في الذكاء الاصطناعي داخل أسواق العملات المشفرة بالإضافة إلى العديد من المشاريع الجديدة التي تدمج الذكاء الاصطناعي ثم تم إطلاقها وتحقيق مكاسب ضخمة ومع ذلك من المهم جدا تحديد المشاريع التي لديها بالفعل فائدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتلك التي تحاول فقط الاستفادة من الموجة الحالية اليوم أريد أن أشرح لماذا ستكون تقنية البلوكتشين ضرورية لنجاح الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي ولماذا تعتبر البولكادوت في الواقع النظام البيئي المثالي للجيل القادم من التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي الذي سيتم البناء عليها ولكن قبل أن نبدأ بكل هذا تأكد من الاشتراك وتفل الجرس حتى لا يفوتك المزيد من الفيديوهات مثل هذا الفيديو بالإضافة إلى كل شيء آخر أقوم بنشرها على هذه القناة لفهم سبب احتياج الذكاء الاصطناعي إلى تقنية البلوكتشين لتحقيق النجاح نحتاج إلى النظر إلى ما يعمل عليه الذكاء الاصطناعي وهما أمران كميات هائلة من البيانات وكميات كبيرة للغاية من القوة الحسابية يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تزويدها بكميات كبيرة من البيانات المتنوعة والتي تستطيع النماذج من خلالها تحديد الأنماط والرؤى يمكن أن تأتي هذه البيانات في أشكال مختلفة بما في ذلك النصوص والأرقام والصور ومقاطع الفيديو والصوت نظرا لأن البيانات المستخدمة للتدريب هي أساس كل نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي فمن الضروري أن تكون البيانات دقيقة وتتجنب التحيز ولا تتسبب في أي مشكلات أخرى مثل انتهاك الملكية الفكرية يسمح استخدام تقنية البلوكتشين اللامركزية بالتحقق من البيانات والمصادقة عليها قبل استخدامها للتدريب إلى جانب منع التحيز أو الفساد الناجم عن بيانات التدريب التي لم يتم التحقق منها فإن تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة لامركزية وشفافة يزيل احتمالات التحيز أو الفساد مثل ما شهد بالفعل في بعض نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها في القطاعات الخاصة بواسطة كيانات مركزية ومع التوقعات على نطاق واسع بأن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرات هائلة في كل صناعة تقريبا ومستقبل العالم فمن الضروري للغاية أن يتم تطويره مع وضع مصالح الجميع في الاعتبار بدلا من مصالح عدد قليل من الكيانات المركزية من الواضح أنه مع الكم المتزايد باستمرار من البيانات التي يتم إنشاؤها واستخدامها فإن أي بلوكتشين يتطلع إلى دعم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون قابلا لتطوير وفعالا ولهذا السبب تعد بولكا دوت خيارا مثاليا لتقنية الذكاء الاصطناعي القائمة على البلوكتشين تتمتع شبكة بولكا دوت متعددة السلاسل بتقسيم أصل للسماح بالمعالجة المتوازية للمعاملات مما يعني أنها يمكن أن تتجنب الازدحام والاختناقات التي تظهر في العديد من السلاسل الأخرى من المهم أن نتذكر أنه من المتوقع أن تستمر الكمية العالمية من البيانات الناتجة في النمو بشكل كبير لذا فإن أي سلسلة تواجه مشكلة في التوسع لن تتمكن بالتأكيد من مواكبة ذلك والحسن الحظ بالنسبة لهم استعدت بولكا دوت لهذا الأمر وجعلت دائما قابلية التوسع أولوية أساسية لتقنياتها إلى جانب الطلب الهائل على البيانات يتطلب الذكاء الاصطناعي أيضا قوة حسابية هائلة لمعالجة تلك البيانات وهذا السبب آخر يجعل قابلية التوسع وكفاءة البولكا دوت تمنحها ميزة كبيرة على الشبكات الأخرى طبعا أنا قمت بتغطية بولكا دوت بشكل عام هنا على القناة من قبل ولكن في حالة فاتتك الفيديوهات السابقة سأقدم نظرة عام سريعة قبل تقديم بعض الأمثلة المحددة للبروتوكولات والمشاريع التي تسهل الطريق لدخول الذكاء الاصطناعي في نظام البولكا دوت النظام البيئي لبولكا دوت ليس عبارة عن بلوكتشين واحد ولكنه عبارة عن شبكة من السلاسل المتصلة جميعها من خلال سلسلة ترحيل البولكا دوت من الطبقة زيرو والتي توفر إمكانيات التشغيل البيني والتوافقية والأمن المشترك لجميع السلاسل الأخرى المبنية عليها يمكن لأي مشروع إنشاء سلسلة داخل النظام البيئي للبولكا دوت من خلال استخدام إطار سبستريت والذي يسمح للمشاريع بالتركيز على أدواتها ومنتجاتها الفريدة بدلا من إنفاق قدر كبير من وقتها ومواردها على البنية التحتية الأساسية للبلوكتشين تستفيد جميع هذه السلاسل داخل نظام البولكا دوت والتي تسمى باراتشينز من قابلية التشغيل البيني والتوافقية وقابلية التوسع وكفاءة مجموعة بولكا دوت التقنية التي تسمح باستخدامها لمجموعة واسعة جدا من الأدوات المساعدة بدءا من الإلعاب ووصولا إلى ريل وورد أسيتس والذكاء الاصطناعي وأي شيء آخر يمكنك التفكير فيه تعمل بولكا دوت أيضا على الترقية إلى الإصدار 2.0 الخاص بها والذي سيزيد من تعزيز قابلية التوسع للشبكة وكفاءتها بالإضافة إلى تسهيل وصول المشاريع بمرونة إلى موارد الشبكة والبناء داخل النظام بالإضافة إلى بولكا دوت 2.0 فإن ترقية جام لسلسلة التتابع ستزيل الحاجة إلى الباراتشينز لتتمكن من البناء على البولكا دوت في حين أن ترقية جام لا تزال على بعد حوالي عامين إلا أنها ستجلب ميزة تشبه العقد الذكي إلى البولكا دوت والمعروفة باسم Services طيب الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الباراتشينز التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتي تعيش بالفعل وتشهد نجاحا داخل نظام البولكا دوت في البداية لدينا Origin Trail وهو مشروع يوفر أصول معرفية منظمة ويمكن التحقق منها لاستخدامها في التدريب على الذكاء الاصطناعي كما ذكرت سابقا لا يمكن الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي إلا بقدر موثوقية البيانات التي يتم التدريب عليها يتيح Origin Trail التوقف عن الاعتماد على الكائنات المركزية لإنشاء الرسوم البيانية المعرفية للتدريب على الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بها من خلال تحفيز شبكة مفتوحة من أصول المعرفة التي يمكن لأي شخص المساهمة فيها والمساعدة في التحقق منها يمكن أن تكون أصول المعرفة أشياء كثيرة مختلفة مثل بيانات سلسلة التوريد والتصدير وتفاصيل المنتج وغير ذلك الكثير في الوقت الحاضر تدرك الشركات أنها بحاجة إلى نوع من استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتظل قادرة على المنافسة في المستقبل وقد قامت Origin Trail بالفعل بتأمين بعض الشراكات الرائعة للمساعدة في جعل ذلك ممكنا حاليا يعملون مع BSI وهي هيئة المعايير الوطنية في المملكة المتحدة لضمانة شفافية في سلسلة التوريد الصيدلانية وتم اختيارهم أيضا من قبل مبادرة الجيل القادم من الانترنت في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إنشاء بنية تحتية متقدمة للانترنت في الاتحاد الأوروبي يتم استخدام معرفة الرسم البياني اللامركزي الخاص بـ Origin Trail لتأمين عمليات التدقيق لأكثر من 22 ألف مصنع في جميع أنحاء آسيا لإفادة شركات البيع بالتجزئة الشهيرة بما في ذلك Home Depot و Walmart من خلال ضمان جودة المنتج وسلامته فالا عبارة عن سلسلة في البولكا دوت تقدم معالجا مساعدا للذكاء الاصطناعي للبلوكتشين هم يستخدمون البنية التحتية للحوسبة خارج السلسلة لتوفير كفاة أكبر أثناء تأمين البيانات وتوفير الطاقة الحسابية للتطبيقات الأخرى وبعبارة أكثر بساطة تقدم فالا التحقق الفعال من البيانات والحساب للسماع للمطورين بدمج الذكاء الاصطناعي بسهولة في تطبيقاتهم الخاصة تعتبر هذه الأدوات المساعدة ذات قيمة خاصة للبلوكتشينز الأخرى التي لا تتمتع بنفس قابلية التوسع مثل السلاسل الموجودة داخل النظام البيئي لبولكا دوت حيث يمكن لتلك السلاسل الأقل قابلة للتوسع توفير العمليات الحسابية المطلوبة إلى فالا مما يسمح لها بمعالجة المزيد من المعاملات دون تباطئ توفر فالا أيضا القدرة على التعامل مع البيانات الحساسة خارج السلسلة حيث يتم تشفيرها بشكل آمن جميع خدمات فالا لا أحد يسيطر عليها مما يعني أنه يمكن لمستخدميها التحقق منها مما يلغي الحاجة إلى الاعتماد على أطراف ثالثة مركزية وغير شفافة هناك مشروع آخر سأذكره بسرعة على الرغم من أنه لم يتم إنشاؤه تقنيا ضمن نظام البولكا دوت وهو بيت تينسر أصبح بيت تينسر واحدا من أكبر بروتوكولات الذكاء الاصطناعي اللامركزية من خلال تحفيز التطوير التعاوني وتحسين نماذج التعلم الآلي مفتوحة المصدر من خلال السماح لنماذج الذكاء الاصطناعي بالتعاون والتعلم من بعضها البعض يزيل بيت تينسر الحاجة إلى الاعتماد على الكيانات المركزية والنماذج قادرة على زيادة الدقة وتقليل الفساد وتحسين الكفاءة كما أن نظامهم الخاص بنماذج الذكاء الاصطناعي اللامركزية يجعل الذكاء الاصطناعي في متناول الأشخاص العاديين وليس فقط الشركات الضخمة سبب ذكريه لبيتنسر هو أنه تم تصميمه باستخدام سوبستريت وهي مجموعة أدوات تطوير برمجيات البلوكادوت والتي توضح مدى ملاءمة سوبستريت لتطوير مشاريع البلوكتشينز التي تركز على الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من إطار سوبستريت تمكنت بيتنسر من الانطلاق وأصبحت في الواقع واحدة من أفضل 50 مشروع للعملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بسرعة كبيرة تتوفر مزايا سوبستريت SDK لأي مشروع يختار استخدامه وإذا اختارت هذه المشاريع البناء داخل نظام بلوكادوت فإنها تحصل أيضا على الفوائد الأصلية المتمثلة في قابلية التوسع الفائقة وعرض النطاق الترددي مع استمرار أورجين تريل وفالة وغيرها من الباراتشينز في الحصول على المزيد من الاعتراف كقادة في قطاع الذكاء الاصطناعي القائم على البلوكتشين ستدرك المزيد من الفرق مزايا البناء على البلوكادوت ومن المهم الإشارة إلى أن الفرق لا يتعين عليها البناء على البلوكادوت وحدها فالباراتشينز قابل للتشغيل المتبادل أصلا والتوافقية مع سلاسل الباراتشينز الأخرى ولكن يمكنهم أيضا الاتصال بسلاسل خارج نظام البلوكادوت مما يعني أن الفرق التي بدأت بالفعل في التطوير على سلاسل أخرى يمكنها الاستمرار في القيام بذلك مع التوسع أيضا في البلوكادوت للاستفادة من جميع المزايا التي أخبرتك عنها اليوم بالتطلع إلى المستقبل تريد بلوكادوت مواصلة دعم وتعزيز نمو النظام البيئي اللامركزي للذكاء الاصطناعي ليس فقط لأنه يساعد بلوكادوت ولكن لأنهم يريدون تحقيق اللامركزية في الوصول إلى البيانات الآمنة والقابلة للتحقق ونماذج ومنتجات الذكاء الاصطناعي المبنية عليها يشهد الذكاء الاصطناعي بالفعل معدلات نمو وتبني هجرونية وللتذكير من المتوقع أن ينموه بشكل أسرع في السنوات القادمة لقد جهزت بلوكادوت نفسها ليس فقط للاستفادة من هذا النمو ولكن أيضا لتوفير طريقة لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر انفتاحا ولصالح جميع المعنيين إذا كنت تريد معرفة المزيد عن بلوكادوت فيمكنك القيام بذلك عن طريق الروابط الموجودة تحت في صندوق الوصف أتمنى أنكم سمتعتم بهذا الفيديو وأشوفكم في الفيديو القادم